يجب أن نضع الأمور في أماكنها كل حاجة في المكان انتح قلت نبهنا ونبهت شخصيا الرئيس الفرنسي لخطورة هذه السياسة أنا شايفه شايفه في المشي عنده استراتيجية لا بد تكون عنده منطقة نفوذ ومنطقة نفوذ هذه ما تقدر تكون إلا في البلدان الإفريقية الناققة بالفرنسية ما تقدرش تكون في أمريكا اللاتينية ما تقدرش تكون في آسيا ولا حتى في أوروبا ومنطقة النفوذ هذه تمتد من المغرب إلى موريطانيا إلى السنغال إلى جهات أخرى من إفريقيا أن فرنسا الرسمية لم تتخلى بعد عن أطمع هالاستعمارية في إفريقيا وعن منطقة النفوذ وهذا هو الواقع لما الفرنسيين يقولوا إفريقيا للأفارقة معنى إفريقيا للفرنكوفونية إفريقيا لابد أن تبقى خاضعة لجزء من النفوذ الفرنسي هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر فرنسا لم تتخلى خصوصا في منطقتنا هذه منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر هذه الحكومة هذه الدولة التي ذبحت عشر هذه الشعب لم تنسى بعد ويحز في نفسها أن ترى أمامها الشعب رافع راسو شعب اللي هو يبني في نفسه هذا الواقع وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية وخصوصا على السلطة في هذا البلاد وقلنا لهم كفانة حرب الجزائر حربتنا ثمان سنوات إذبحت منا مليون ونص يكفي أصبح يزيج في مرة في لقاء له مع رؤساء تحرير ومديري الجريد في سنة 1976 لما جاء الرئيس الفرنسي جيسكار ديستانب في ذلك الوقت في سيارة الجزائر بعد مذهب جيسكار ديستانب ومد ينجمع رؤساء تحرير ومديري الجريد وقال لهم قال أعطيت الحس وقلت له ماذا تريد في أفريقيا لماذا جئت تطول في رجليك هكذا قال تطول في رجليك في أفريقيا لأنه كانت قضية تتشاد في ذلك الوقت مطروحة وفرنسا تدخل تتشاد وقال لهم أنا قلت له من الآن فصاعداً أفريقيا لنا ويجب أن تحسب معنا أنا أبو مدير في 76 بدأ يتعامل كصحب نشوذ كدولة الجزائر دولة لها نشوذ عمل جاهداً لتقارب بين الدول الإفريقية والدول العربية ملك المغرب قال للشعب الجزائري بصريح العبارة أنني قررت الأعتداء على حرمتك قررت الأعتداء على سيادة بلادك قررت أختراق الحدود الجزائرية طبعاً أما بالحالة هدم العمل والأعتداء بين واضح والنية واضحة نقولها بكل بسط هو باسم 18 مليون جزائري لأننا لن نعتدي أو لم ولن نكون البادئين بالأعتداء ولكن سندافع على حدود بلادنا سندافع عليها مثل ما دفعنا عليها بالأمس سندافع على حدود بلادنا وهي أولوية الأولويات ونحن من الذين لسنا من الذين يؤمنون بتسبيق الخبز على الكرامة فقد حاول جنرال دوغول أثناء حرب التحرير أن يلعب على الضغر